صباح الخير على كل المشاهدين أهلا بيكو في آخر فقرات برنامج شباب للخير فقرة محامي الغلابة أول مرة طبعا أقدم البرنامج لوحدي النهاردة هنتكلم استكمال قضية شهيد الغلابة هندخل على طول في الموضوع شهيد الغلابة المرحوم محمود مهران شهيد الغلابة ابن المينيا مركز درمواس قرية تنوف طبعا كلنا عارفين وكنا صورنا حلقات قبل كده أن تم الحكم على المتهمين اللي قتلوا محمود بالإعدام في متهم هارب الحلقة دي بناء على أن أهل المجنع ليه أهل محمود طلبوا أن احنا نطلعها عشان نناشد وزارة الداخلية في سرعة القبض على المتهم الهارب لأن في حاجات بتحصل غريبة حول البلد وهم خايفين بعد الحكم طبعا أن المتهم الهارب يعمل حاجة فإحنا بنناشد وزارة الداخلية بسرعة القبض على محمود طبعا القضية دي يعتبر قضية هزة الرأي العام في الصعيد قضية لأن هي قضية حد غالبان كلنا وقفنا معاه كلنا جبنا حق من حقوقه اللي هو حكم الإعدام للمتهمين كلهم الأربعة لسه بقى في حقوق تانية مستنين طبعا أولاد محمود يخدوها طبعا الحق المدني كل حاجة تخص المرحوم محمود مهران هو هترجع إن شاء الله وكلنا وقفين مع أولاده وبنساعده لأنه هو بصراحة تظلم يعني تظلم في الدنيا دي على يد ناس بصراحة ما تعرفش ربنا ولا تعرف يعني إيه إنسانية وكنا تكلمنا كتير طبعا عن موضوع كل مصر طبعا تعرف موضوع شهيد الغلابة ده بعد الحكم طبعا الحكم ريح ناس كتير في البلد البلد كانت فرخانة فعلا الخصاص وده حكم ربنا مش مش حكم محكمة ده حكم ربنا في الدنيا إنه هو حكم الإعدام للأربع متهمين طبعا إحنا كنا خاضرين معاه في المحكمة أنا كنت المحامل معاه متبرع في إن إحنا نقف جمع حمود لغاية ما نجيب له كل حقوق طبعا ومعايا الأستاذ صفوة خميسي المحامي برضو من درمواس كان متبرع برضو معاه في القضية الراجل تعب بصراحة عشان نوصل للحكم ده القضية بعد الأحكام بصراحة يعني هدت الرأي العام عندنا لأن أحكام فعلا أحكام عادلة خلت الناس ترتاح عرفت برضو يعني الحكم ده خلى فيه رد يعني خلى فيه اللي ممكن يعمل حاجة زي كده يتأكد تماما إن فيه قصاص وفيه أتل فهيفكر ألف مرة قبل ما يعمل كده طبعا إحنا هيبقى معنا النهاردة طبعا للأستاذ صفوة خميسي المحامي هيعمل معنا بداخلة طبعا عشان نعرف حيثيات الحكم بتاعه اللي هو آخر الأحكام وهل فيه قضايا إجراءات قانونية هتتعمل بعد حكم الإعدام لصالح المتهمين ورأيه هو نفسه في القضية طبعا هستاذني الإعداد يكلم لي الأستاذ صفوة عشان يدخل معنا بالنسبة بعد الحكم بقى ابتدت أهل المتهمين طبعا يظهروا ومش عجبهم طبعا الحكم للأسف بيقولوا إن هم مش سبب أو إن محدش عمله كده هو متل وحده حتى أنا من ضمن الكلام يعني لما طلعنا في فقرة قبل كده في برنامج ابتدى بنت المتهمين وقريب المتهمين بيتهمونا إحنا إن إحنا وقفنا مع محمودة عشان نجيب له الحكم ده ما عنده حكم يعني حكم عادل يعني إنتوا قتلتوا من قتل يقتل من قتل يقتل ده الشرع وده الدين قعدوا يبرروا طبعا إحنا ما كناش نقصد حتى في المحكمة برضو من ضمن الكلام اللي اتقال من أحد المتهمين هو آه أنا ضربته بس مش قصدي إن أنا موته عشان يشيل التهمة طبعا هو ويطلع بقى المتهمين ولكن بصراحة ربنا كرمنا بعض بصراحة يعرف ربنا طبعا قاضي ده القاضي اللي نقدر نقول عليه قاضي من الجنة هو ده القاضي سليمان بيش شاهد طبعا حاجة كده بنتعلم منها قانون وإنسانية وإنسانية بيدي الحق لأصحابه وهو الدليل قضية دي طبعا دي عدالة السماء هستأذنكم نكلم لصة صفوة خميس لو سمحتي عشان يعمل معانا مدخلة تمام لصفوة بيكلموه عايزة أقول برضو في ناس ظهرت بعد الحق مش عجبها الحق للأسف تمام وطبعا البرنامج ده لكل الناس الغلاب لكل الناس الغير قادرين اللي مش قادرين يصرفوا على القضايا في المحاكم إحنا موجودين مكتبي موجود يكلمونا على الأرقام اللي ظهرها على التليفون هنتكلم في كل حاجة البرنامج إن شاء الله يبقى معاكم داين بإذن الله هنتكلم على كل قضايا كل القضايا اللي تخص المرأة كل القضايا اللي هتبقى موجودة على الساحة سواء في الميديا أو في الواقع وهنتكلم عن حاجات في صعيد مصر طبعا لأنه هو يعتبر البرنامج ده من ضمن البرامج يعتبر الوحيدة اللي هي بتتكلم في قضايا في الواقع اللي بتحصل أو بتقدم قضايا بمستندات سواء قضايا طلاق خاصة بالمرأة أو قضايا جنائية أو قضايا طبعا كل القضايا عموما واللي مش قادر إحنا موجودين يا فندم تحت أمركم في أي وقت آه أنا ملمينيا بس موجود معاكم في كل حتة في جمهورية مصر العربية أنا عايز أعرفكم إن إحنا بندعم كل الشباب على مستوى الجمهورية أي حد عنده فكرة أنا موجود هقدر أساعده هنقدر نوصله لكل حاجة يعني البرنامج مش برنامج بس خاص للأضايا لا ده برنامج خاص لكل حاجة بل لمساعدة الناس وجبر الخواطر لله لوجه الله بس لأكتر ولا ألا مش مستنين منه أي حاجة ربحية ولا احنا تابعين لحزب ولا تابعين لحاجة إحنا عاملين برنامج ده للناس يتواصلوا معنا وأي مشكلة في أي مكان سواء في المحكمة أو برا المحكمة إحنا معاكم إن شاء الله بإذن الله هتلاقينا معاكم هيبقى معنا ضيوف وهيبقى معنا قضايا بالأشخاص نفسهم بأوراقها بمستنداتها هنعرضها عليكم نستفد منها والحاجات السلبية نبعد عنها ده الهدف من البرنامج حاجات كتيرة يعني مش حاجة واحدة يعني أنا معايا مجموعة شباب في برنامج شباب للخير عايزة تخدم ومش معنا بس مش في المجموعة اللي هي بتطلع في الفقرات أو في البرنامج نفسه لأ إحنا معنا ناس كتير بره بتشتغل على أرض الواقع مش عايزة تظهر بس عايزة تساعد الناس منها ناس كتير وأي حد عايز يكون معنا إحنا تحت أمركم كلمونا غير طبعا أي شاب خاصة أنا بالنسبة لي من محافظة المينيا أي حد في المحافظة أو في مركز ديرموايس محتاج أي مساعدة وإن شاء الله بإذن الله الفقرات الجاية هيبقى معنا فقرة الحلقات الجاية بإذن الله بنت مركز ديرموايس بطلة المينيا إن شاء الله للرفع الأسقال البنت الوحيدة على مستوى الصعيد هتكون معنا بإذن الله إحنا في كل حاجة هتلاقونا معاكم أضايا اجتماعية رياضية في كل شباب للخير هتلاقونا موجودين معاكم بنساعد كل الناس إن شاء الله والنهاردة الفقرات عشان نعرفكم بس بالبرنامج إنه هو برنامج للناس مش برنامج معنا لستي صفوات مدخلة هيكلمنا ألو أغبارك يا صفوات أغبارك يا صفوات لا يخليك أنا عارف أن أنت في المحكمة وسايب جلسة والله بس معلش يعني إحنا كلمناك عشان ناخد منك كلمة في قضية شهيد الغلابة المرحوم محمود مهراني حضرتك كنا عايزين نعرف آخر الحكم بتاع الإعدام للمتهمين الأربع يا فندم كنا عايزين نعرف فيه إجراءات عشان ده برضو سؤال الناس عندنا في البلد فيه إجراءات تاني إنه هو قال يخفف الحكم وكده فده عايزين نعرفه منك الإجراءات القانونية سواء للمتهمين أو للمجنة عليه يا فندم هي الجلسة كانت كانت عشرين واحد وتم صدر قرار بإجماع الأراء بحالة أوراق القضية كلها برميتها للمفتي تمام لما صدر قرار بحالة الأوراق للمفتي يبقى كده المحكمة عندها اتجاه أن هي هتوقع عقوبة الإعدام وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات ومثلها من مواد وحجزت الدعوة لليوم الثالث من دور مارس يعني الثالث يوم من عمقال الزائرة في شهر مارس هيستطق حكم الإعدام وارد بعد نجوع الأوراق من عند المفتي أن محكمة الموضوع أن هي تنزل بالحدث لعقوبة ما أدنى من عقوبة الإعدام ممكن تدي الحدث 25 سنة اللي هو المتهمة الثالث في الدعوة دي وارد المحكمة هو معترف قدام المحكمة هو معترف بس إحنا عندنا اتفاقات دولية مصر موقع عليها أن لا تطبق عقوبة الإعدام على الحدث والأمر متروك متروك الحرية ووجدان عقيدة المحكمة أكيد والحكم ده ما هواش لو صغر هيب حكم قاطعي تمام ولا هيب حكم بات لأن الحكم لسه يجعل له درجة من درجات التقاضي وهي الطعن بالنقض الطعن بالنقض وذاه يتوقف على مذاكرة النيابة العامة تمام وعلى أسباب الطعن بالنقض وعلى أسباب حكم محكمة أول درجة هل سببت الحكم متذديد مقنع إن محكمة النقض ما تلغوهوش وارد محكمة النقض في غير الحكم برئمته تمام وارد محكمة النقض تأجد الحكم برئمته تمام وارد محكمة النقض تفصل في الدعوة كدعوة موضوعية حسب التعديدات القانونية اللي صدرت حاليا لمحكمة المجد بتبحث لو كنا بنحاكم الحكم نفسه بطلا في تطبيق القانون خطأ في تطبيق القانون بطلا في الاجراءات لإخلال بحق الدفاع القصور في التذبيب العوبة الجوهرية في الاحكام كنا بنحاكمة المجد كنا بنحاكمة المجد لكن حاليا محكمة المجد من حقها انها تتصدى لموضوع الدعوة فالموضوع كله ما زال ما زال اجراءات قانونية اصف صفوات بس يعني من ليل الاجراءات لتطبيق عقوبة الاعدام على المتهمين لانهما ده دي قضية قتل مع سبق الاسرار والترصد بالمستندات بنشكرك اصف صفوات بنشكرك اصف صفوات تعبناك معانا واخدناك من الجلسة شكرا ليك احد المحامين المترافعين والمتبرعين مع شهيد الغلابة لاصف صفوات خميسي المحامي بمركز زرمواس شكرا ليك اصف صفوات وصلنا طبعا لاخر حاجة برضو هحب نوه للسادة المشاهدين ان البرنامج ده احنا معاكم في وقت للارقام على التليفونات اي حد عنده مشاكل في المحاكم او اي حد محتاج مساعدات في المحاكم احنا تحت عمره متبرعين ليه هنساعده ايا كان في اي مكان في جمهورية مصر العربية انتظرونا ان شاء الله القادم اجمل مع ضيوف اكتر وفقرات اجمل باذن الله وشخصيات محترمة هتبقى معانا هنقدم محتوى جميل ونساعد كل الناس منها الغلابة ومنها الشباب ان شاء الله شكرا ليكم والله غالب شكرا للمشاهدة